السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مباشرة وبدون مقدمات الزنجبيل استخدمه الرومان والصينيون واليونانيون لآلاف السنين كعلاج طبيعي للعديد من الأمراض والمشاكل الصحية ويعتبر من أقوى المواد التي ترفع مناعة الجسم يمكن تناوله مطحون، طازج أو برش على الصلاطات الخضراء أو إضافته على الطعام ويمكن تناوله على شكل كابسولات كمكمل غذائي العديد من الأبحاث والدراسات كشفت عن أسرار الزنجبيل وعجائبه من علاج الالتهابات إلى علاج السرطانات أهم 14 فائدة صحية مذهلة للزنجبيل 1- يخفف الالتهاب فهو غني جدا بمضادات الأكسدي ومضادات الالتهاب ويحمي من حدوث التهابات مزمنة وسمنة وسكري 2- الدراسات أشارت إلى دور الزنجبيل في التقليل من خطورة الإصابة بنوبة قلبية كما أنه يعالج الالتهابات الفطرية والقدم الرياضية وداء المبيضات 3- الزنجبيل يخفض مستويات الكوليسترول وطبعا الكوليسترول مركب مهم جدا للصحة لكن المستوى المرتفع للكوليسترول يمكن أن يتراكم في الدم ويسبب مشاكل صحية خطيرة وأحد أكبر الفوائد الصحية للزنجبيل هو قدرته على خفض مستوى الكوليسترول السيء LDL بشكل طبيعي وفي نفس الوقت رفع مستوى الكوليسترول الجيد HDL الحميد في الجسم 4- الزنجبيل يعمل على تحسين وظائف المخ وهو مفيد في حماية الدماغ من الشيخوخة وتراجع الذاكرة ومرض الزهايمر ومرض باركنسون وهو مفيد في تحسين وظائف الإدراك وتحسين الذاكرة 5- الزنجبيل يخفف آلام المفاصل والعضلات فهو يحتوي على مضادات التهاب تساعد في علاج التهاب المفاصل وهو أيضا مفيد في تخفيف آلام العضلات بعد ممارسة الرياضة أو بعد الإصابات العضلية 6- الزنجبيل يقوم بخفض وبضبط مستوى السكر في الدم وهذا مهم جدا فعند مريض السكري يمكن أن يرتفع مستوى السكر في الدم بشكل كبير والزنجبيل يساعد المريض طبعا مع العلاج الدوائي والنظام الغذائي بتنظيم مستوى السكر في الدم 7- الزنجبيل يمنع ويحارب الالتهابات البكتيرية وخاصة التهاب المسالك البولية والالتهابات الرئوية والالتهابات اللثة 8- الزنجبيل يعالج الغثيان ويعالج دوار البحر وغثيان الصباح عند الحوامل وأيضا يعالج الإقياء 9- الزنجبيل فعال في تقليل عرض الغثيان عند مرضى السرطان الذين يعالجون بعلاج كيميائي 9- الزنجبيل مضاد للسرطان ويمنع نمو الخلايا السرطانية وبشكل خاص سرطان المبيض وسرطان البنكرياس وأيضا سرطان لبروستات 10- الزنجبيل يساعد في منع حدوث قرحة معيدية ويحمي من تشكل قرحة المعيدة بعد تناول الأسبيرين 11- الزنجبيل يساعد على الهضم ويدعم الجهاز الهضمي ويمنع الارتجاع المريئي 12- الزنجبيل يخفف من آلام الدورة الشهرية التي تعاني منها 12- بعض النساء أحيانا تكون هذه الآلام شديدة ومرتبطة بصداع والزنجبيل يخفف جدا من هذه الآلام 13- الزنجبيل مفيد في خفض ضغط الدم 14- الزنجبيل مفيد في حرق الدهون وخسارة الوزن الزائد 14- طيب ما هي التأثيرات الجانبية المزعجة والخطيرة أحيانا عندما تتناول زنجبيل بجرعات كبيرة 15- للزنجبيل تأثيرات طبية وصحية مذهلة ومفيدة جدا لجسمك 16- لكن يجب أن تعلم أنه في بعض الحالات يمكن أن يسبب الزنجبيل المزيد من المشاكل الصحية والمضاعفات والتأثيرات الجانبية 16- عشرات الملايين من الأشخاص حول العالم يتناولون أدوية ضغط الدم 17- الزنجبيل يخفض ضغط الدم وهذا أمر جيد 18- لكن يجب الحذر من أن يخفض الضغط بشكل كبير عن تناول جرعات عالية منه 18- فهدفك من تناول أدوية الضغط وأيضا الزنجبيل هو أن يكون ضغط الدم عندك ضمن الحدود الطبيعية 18- لذلك عليك بتناوله باعتدال بجرعات صغيرة ويمكنك أن تستشير الطبيب في ذلك 19- الزنجبيل مفيد للتخلص من أعراض الغثيان والإقياء عند الحوامل 20- لكن الجرعات العالية من الزنجبيل للحوامل والمرضعات يمكن أن تسبب مضاعفات وتأثيرات جانبية خطيرة 20- لذلك استشارة الطبيب ضرورية في هذه الحالة 21- الزنجبيل له تأثير مضاد لتخثر الدم أي أنه يساعد في تميع وتسييل الدم 22- لذلك إذا كنت ستتعرض لعمل جراحي خلال المرحلة القريبة القادمة 23- أو أنك خضعت لعمل جراحي من فترة قريبة 24- أو أنك تتناول أدوية مميعة للدم أو أدوية لتسييل الدم 24- يجب استشارة الطبيب في إمكانية تناول الزنجبيل 25- الزنجبيل يخفض مستوى السكر في الدم 26- لذلك إذا كنت مريض سكري أو مريض مقاومة إنسولين 27- وعندك ارتفاع بمستوى السكر في الدم وتتناول أدوية من أجل ذلك 27- فإن تناولك لكمية كبيرة من الزنجبيل قد يسبب انخفاض كبير في مستوى السكر في الدم 28- وخطورة على الحياة 29- لذلك مراقبة مستوى السكر في الدم هامة وأيضا استشارة الطبيب 29- إذا كنت تعاني من عدم انتظام بضربات القلب 30- فتناولك للزنجبيل بجرعات كبيرة قد يسبب لك مشكلة قلبية أكبر 30- لذلك استشارة الطبيب هامة في هذه الحالة 31- إذا كنت تعاني من مشاكل هضمية وحرقة في المعدة أو ارتجاع مريئي 31- والزنجبيل يزعجك عند تناوله جرب أن تتناوله مع الطعام 32- فإن له تأثيرات صحية علاجية مذهلة 33- تناوله بجرعات صغيرة كي تحصل على الفائدة دون أي إزعاج 34- وبحال استمرار الأعراض الهضمية المزعجة استشارة الطبيب ضرورية 35- طيب ماذا عن الفوائد الكبيرة لتناول كوب ماء وزنجبيل وليمون 36- يوميا مع اتباع نظام صيام متقطع 36- إضافة لكل فوائد الزنجبيل عن تناوله باعتدال 37- فإن إضافة الزنجبيل والليمون لكوب ماء وتناولك له 37- خلال صيامك المتقطع سيرفع مناعة جسمك 38- وسيقدم لك فوائد صحية عديدة على مستوى كافة أجهزة الجسم 39- أنصحك لتحضير كوب مفيد منه 40- بتقطيع الزنجبيل إلى شرائح ونقعه في كوب ماء لمدة ساعة 40- ثم تصفيت الماء وإضافة ملعقة أو إثنتين من عصير الليمون فوق الماء 41- وتناول الكوب خلال ساعات صيامك المتقطع بين الوجبتين 41- هل تعلم ماذا سيفعل هذا الكوب؟ 42- هو سيساعدك على صيام ساعات أطول 43- لأنه يعمل على خفض إنسولين الدم وضبط السكر في الدم 43- ولهذا الكوب أيضا فوائد مذهلة أخرى أهمها خفض مستوى الكوليسترول في الدم وخفض ضغط الدم 44- والفائد الأكبر هي شعورك بالشبع وعدم الجوع 45- وبالتالي هو يلعب دور هام في حرق الدهون وتنزيل وزنك الزائد 45- فالزنجبيل يعمل على تعزيز الدورة الدموية وهو مفيد لمرضى السمنة وأمراض الشرايين الطرفية 45- شكرا لكل من يدعم قناتي بمشاهدة كل فيديو من بدايته حتى نهايته 46- وشكرا لكل من يكتب مجموعة من التعليقات على الفيديو الواحد 47- فهذا يلعب دور أساسي بنجاح قناتي واستمراريتها 48- وشكرا لمن يشاهد فيديو لي من أجل الثقافة والفهم والمعرفة 48- وأيضا من أجل دعم هذا الفيديو نعم هو يدعم الفيديو والقناة 49- ويكتب لي في التعليقات شكرا دكتور نوار شاهدت الفيديو كاملا 49- وكتبت لك تعليقاتي رغم أنني لست مريضا بكذا وكذا 50- أنا اسمي فلان من البلد الفلاني 50- أريد دعم الفيديو ودعم قناتك 51- تابعوني دائما نكونوا بخير بإذن الله 51- كنت معكم أنا الدكتور نوار علي بحفظ الله ورعايته اشتركوا في القناة